مجموعات خبراء التقنية ثلاث نقاط في منصة مدرستي والشرح موجه طبعا للمعلمين المكفوفين بالدرجة الأولى أول نقطة كيف نستطيع أنه وضيف درس ثاني نقطة كيف نستطيع أن نرصد الغياب في هذا الدرس وثالث نقطة كيف نستطيع أنه نضيف واجب خلينا نروح سويا وندخل على منصة مدرستي بسم الله رح نضغط هنا أنا حاطة هيقونا في سطح المكتب أو في الشاشة بايسية وأنتم أيضا يفضل لكم تسوون هالشيء رح نضغط على مشاركة لكي نضغط على إضافة الشاشة الرئيسية ونختار منها نضغط عليها نضغط عليها نضغط عليها نضغط عليها طبعا هنا في حدها خطأ ما معرك منه أنت تقدر تعدى الاسم هذا تكتب مثلا مدرستي كما تريد وتسوي أنا طبعا ما رح سوي إضافة ألغاء بعد ذلك اضافة على صفحة الرئيسية جميع الحقوق محفوظة التنزيلات أعادة أتحميل زر أعادة أتحميل أحيانا تظهر لكم إخطاء في موضوع الصفحات أنه يظهر يقول لكم مثلا خطأ رقم 500 أو خطأ رقم 404 وكذا هذا أحيانا يكون تعليق عابر في المنصة أنا سويت على تحويل الصفحة وهذه أظهر لنا هذا طبعا ما قد سجد دخول في الحساب من قبل رح يختار تسجيل دخول بحساب مايكروسوف رح يدخل الإيميل حقه اللي يبدأ بحرف تي كمعلم ثم يسوي التالي ثم يحط كلمة المرور ثم يسوي تسجيل دخول ويفضل أن يحط علامة الحفظ عشان يسجل معها بشكل سليم أنا عندي هنا صفحة مفتوحة مسبقا سنذهب لأعلى القائمة هذا الرابط الأول هو للذهاب إلى صفحة رئيسية الرابط الذي يليه لإظهار القائمة الجانبية رابط الذي يليه نذهب إلى التنبيهات والرابط الأخير لتسجيل الدخول طيب الحين نتحرك أحسن شي بالعناوين تحديد النصي سرعة تلك اللغة شاشة الحاويات عناوين ثم تحرك عشرة عناوين المدارس مستوى العنوان واحد مرة أخرى معهد النور الثانوي مقررات أبنائي مستوى معهد النور الثانوي مقررات مستوى العنوان ثلاثة هذه الإيقونة همن نبدأ الآن نتحرك يمينا إلى النص سيأعطينا هنا معلومات على المدرسة اسمها من نوري معهد النور الثانوي مقررات من نوري نعم نوع المدرسة نوع المدرسة بنين المراحل الدراسية الثانوية مقررات قادة المدرسة صد أجمالي الطلاب ستة عشر أجمالي المع سبعة عشر إلى آخر ثم بعد ذلك نذهب نبحث بعدما نتهي المعلومات إلى رابط اسم الرئيسية سيحولنا إلى الصفحة الخاصة بالمعلم أيضا نتحرك خيارات تنسي بالدوار إلى عنوين روابط عنوين معهد النور الثانوي مقرر لم يتم العثور استعراض المدرسة بدور معلق أحسن الواجبات رابط أو نتحرك بالروابط إلى النص الخيار اسمه الدروس رابط الجدول الدراسي رابط وهذا اللي يهمنا رح نضغط عليه الآن مش يوسي بعد ذلك راح يظهر لنا قائمة بجدولنا الخاص في المدرسة راح تحرك بالعناوين عناوين الجدول المدرسي للمعلم مستوى العنوان واحد صفحة الرئيسة بداية القائمة تجاوز شرطة ماء الجدول المدرسة الفترة الفترة نركز على الفترة جيدا يتعذر 1442 شرطة مائلة 01 شرطة مائلة 25 1442 شرطة مائلة 01 شرطة مائلة 29 29 اللي هو يوم الجمعة هذي حنا اليوم اللي خميس آخر يوم اللي هو 27 وبالتالي حنا لنفترض أننا بنسوي درس حد يوم الأحد القادم هل هذه النافذة تنفعنا؟ لا الأسبوع هذا اللي يعرض هو أسبوع الجدول الحالي اللي انتهى اليوم راح أضغط على الزر الذي بعد التاريخ هذا نمشي يتعذر انتقه هذا هو نضغط عليه يتعذر انتقه هنا راح يبدللي إلى الجدول الأسبوع التاريخ اللي هو يبدأ تاريخه من 1442 شرطة مائلة 02 شرطة مائلة 03 1442 شرطة مائلة 02 شرطة مائلة 07 زي ما شفتو إذا ضغطنا على الزر اللي قبل التاريخ اللي هو هذا يتعذر انتقه راح يوديني إلى الأسبوع السابق زي ما نشوف يتعذر انتقه الأسبوع السابق الأسبوع السابق 1442 شرطة مائلة 01 شرطة مائلة 25 1400 راح خليه التالي عشان نسوي دارس يتعذر انتقه يتعذر انتقه الآن على التاريخ تأكدنا الأسبوع التالي من التاريخ شوفوا 1442 شرطة مائلة 02 شرطة مائلة 03 402 من ثلاثة سفر إلى نهاية الأسبوع الآن تحرك أكمل يتعذر الأسبوع التالي الحصة الأولى الحصة الأولى الحصة الارابعة الحصة الخام الحصة السابق الحصة السابقة الأحد الأحد زمن بخصصjerيوم الأحد عندنا فقه 2 الثالث الثانوي رابط عندنا الحديث الثالث الثانوي r‏ l‏2 وفي يوم ال‏2 طيب أنا Prime لنفترض أني بأسوي درس لمادة رابط وبعد ما أضغط عليها نتقي الحصص أتنقل مع حاويات عناوين أدارة الحصص مستوى العمان01 ادارة الحصة اتحرك مين الان اصفحة الرئيسة بداية القائمة شرطة مائلة كمان ادارة الحصص نهاية القائمة اليوم كمان ال 1442 شرطة مائلة 02 شرطة مائلة 03 2020 شرطة مائلة 09 شرطة مائلة 20 اعطانا التاريخ الخاص بالحصة يوم الاحد وكذا كذا كذا طيب يتعذر انتقه نمشي كمان الحصة الرابعة يقول لنا ان هذا الحصة ترى هي الرابعة الجدول الاسبوعي تمت زيارتها رابط الحديث 2 رابط داخل الصفحة اسم المادة الحديث 2 نمشي كمان الثالث الثانوي اسم المرحلة الدراسية 11 15 صفحة 11 55 صفحة وقت الدرس من 11 ورد 15 دقيقة 11 و 45 دقيقة نتجاوزها كمان قم باعداد الدرس الان هذه اليقونة المهمة مهم انه ما نتجاوزها في حال لو تجاوزنا يفضل انه الذهاب من اعلى الصفحة ثم العودة اليها مجددا حتى تنضغط معنا ويستجيب الناطق لضغطها راح اضغط عليها الان قم باعداد الدرس الان ضغطت عليها الان راح اتحرك مين رابط درس بالمحتوى نمشي الان في هذه اشاشة يتم اختيار عنوان الدرس او المقرر الذي سيقدم لطلاب من ضمن المقررات المسندة للمعلم تنبيه شحن البطارية منخفق اغلاق زر ويقول لي انه يتعذر انطقه احد عشر خمسة اه قم باعداد الدرس رابط درس بالمحتوى في هذه اشاشة يتم اختيار عنوان هنا تختار عنوان الى اخر نمشي الان مسار الدرس مسار الدرس مسار الدرس النجمة اختر زر الاطار المنبثق مسار الدرس النجمة اختر زر الاطار المنبثق عشان اختار اختار تحرك الان الثانوية مقررات علوم انسانية الحديث اثنان ضروري اختار المسار هذا عشان المادة تتحدد بشكل سليم طبعا بعدما اضغط على اختيار المسار مباشرة تحركت باسبعي مرة واحدة الاعلى وحددت المادة يقول لي واحد من الاثنان اللي هو مادة هذا اليوم عفل ليهي اتا تم سوي تم مسار الدرس النجمة الثانوية مقررات علوم انسانية يسعدها الان الآن رح نختار العنوار اختار homicide تحرك الان واحد من اربعة مصطلح الحديث ننشي الاحاديث نمشي ثقافة الاسلامية الثقافة الاسلامية اختار مصطلح الحديث و رح نسوي تم في الآث تم لانها تقريبا مثل الوحدة يعني ننشي الان نختار ال� Open الدرس اللي في الوحدة نفسه اختار l open col dent حرق تعديل وقت الحصة وقت الحصة محطوطة القائمة لا أعدل فيها ولا شيء الأحد الثالث صفر أربعة عشر اثنان وأربعين أحد عشر خمسة عشر صفحة أحد عشر خمسة وخمسين صفحة نمشي تبعدها نوع الدرس نجمة نوع الدرس النجمة زر الراديو تم تحديده افتراضي متزاما يستلزم حضور الطالب والمعلم زين ما شمعتم افتراضي وهو محادل بشكل مقائب ما نعدل في أي شيء سيتم أشعار الطلاب برسالة بريدية التحتوي رابط ومعلومات الدرس لمفتراضي نمشي كمان أتالي نضغط على التالي الآن بعدها راح يحولنا إلى الصفحة هذه ويكون فيها رجوع زر اثنان تي ان جي صورة اختبار ذاتيا راح نروح لأعلى الصفحة طبعا اتنزيلات ادارة الحصص مستوى العنوان واحد وكان لي ادارة الحصص الموضوع مستوى العنوان اثنين وكان لي الموضوع الحين راح تحرك مين الموضوع صورة الدرس اثنان تي ان جي صورة منارح هنا محتويات الدرس اختبار ذاتيا اثنان تي ان جي صورة هل تبغى اضيف حاجات فيها اولا دروس عين خط عمودي المرحلة الثانوية حديث اثنان الحديث الموضوع اثراءات مستوى العنوان دروس عين خط عمودي لو اضغط عليه مثلا دروس عين خط عمودي يتحدد حدد لي انه يرفق مع هذا الدرس درس من اين حتى ايش الطالب يستطيع انه يكون عنده اثراف اثنان تي ان جي دروس عين خط المرحلة الثانوية صورة الفوتوغرافية المرحلة الثانوية المزيد من ازرار التحكم زر التشغيل حتى هنا حط لرابط اليوتيوب ما راح اشغله اثراعات اضافة اثراء نمشي كمان واجبات مستوى الاختيار واجب من بنك الواجبات راح نترك هذه لاحقا اختبارات مستوى العنوان اضافة اختبار من انشطة مدرسية مستوى الاختيار نشاط من بنك الانشطة تعليمات المعنى اكتب التعليمات او الملاحظات التي تريد توجيهها لطلاب هذا اذا حبيت تخطي ملاحظة الطلاب مثلا تكتبهم يفضل حضور الدرس قبل الحصة بخمس دقائق او عشر دقائق اذا حبيت اختيارية اصابق اضغط على حفظ وانهاء بهذه الطريقة يكون الدرس قد تم اعداده بنجاح هذه هي الطريقة الخاصة باعداد الدرس طبعا لما نضغط على انهاء الدرس احيانا ياخذ وقت طويل واحيانا قصير في مرات تم احفظ اتنقل معالم وظهرت لنافذة طبعا ناطق بقرها بسرعة لانه راح المؤشر فوق وراح نتحرك الحين روابط او بروابط الى ان نصل الى انهاء اسمه الحديث اثنان تقديم الدرس لم يتم العثور على تقديم الدرس المفتراضي رابط اذا ضغطت عليها بعدين مباشرة راح يوديك للتيم ويدخلك على الكاعة الخاصة بالدرس وايضا تلقاها موجودة متقويمة خاص بك كمعلم في برنامى التيم تدخل على الحصة من هناك لكن يفضل تضغط عليها من هناك تذهب إلى الجدول الدراسي طيما وليكم الآن مرة ثانية ساعة اصفحة سابقة يوسر هوم بيج ساعة اصفحة سابقة هذا جدول الدراسي ساعة اصفحة سابقة شرطة مائلة 0-1 شرطة مائلة 5 يتعذر انتقه يتعذر انتقه الأحد فقه 2 الحديث 2 الثالث الثانوين تمت زيارتها واروح تحرك user homepage روابط يتعذر انتقه يتعذر انتقه شرطة مائلة شرطة مائلة يتعذر الجدول الحديث 2 تقديم الدرس المفتراضي رابط وضغط على هذه الإقونة هذا كل ما يتعلق بتقديم الدرس نأتي للنقطة التالية واللي هي كيف نقدر نعد جدول أو بالأصح واجب للطالب بالنسبة لإعداد الواجب راح نسوي رجوع للصفحة السابقة عشان نروح لإقونة الواجبات ونتحرك بالروابط الروابط هي مجالد اقتراح يعني للحصة الرابعة أذهب للأمر بسهولة يتعذر شرطة 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 يتعذر لم يتم لم يتعذر عناصر روابط عناوية الجدول المدرسي للمعلم الروابط يتعذر شرطة ثلاث الواجبات رابط الدروس رابط الثانوية مقررات رابط التنزيلات ثم أذهب إلى رابط اسمه إضافة واجب أدارة الواجبات اسم الواجب حقل النصر أتسلسل التعليم كل هذا نتجاوزها إضافة لا توجد إضافة واجب رابط أضغط عليها بعد ذلك راح يجيني رابط صورة يتعذر انتقه رابط الواجب أنا أتحرك بالعناوين إضافة واجب مستوى العنوان واحد وفيها الخيارات التالية صفحة الرئيسة بداية القائمة شرطة مائلة نمشي كمان أدارة الواجبات شرطة مائلة إضافة واجب نهاية القائمة التسلسل التعليمي التسلسل التعليمي أيضا نجمة اختر زر الأطار المنبثق هنا أتصور أنه يقصد فيه الفصول سأضغط عليها اختر الثانوية مقررات علوم أنسانية الحديث اثنان الثانوية مقررات علوم أنسانية فقه اثنان سأضغط عليك كل مواد التعليمة ثانوية مقررات علوم.. أثار ثم ثم مشيئة أتضمن اسم الواجب النجمة حقل النصي مصدر الواجب واسم الواجب مثلاً اللي هو تحط آجب على الأسئلة التالية مثلاً اسم الواجب النجمة حقل النصي أو تحط عنوان الدرس اللي هو مثلاً الحديث المبوع أي لوحة المفاتيخ الحديث المبوع الحديث المبوع ما نقوم بتعمل الوصف مصدر الواجب واجب الحديث الموضوع مصدر الواجب من وين تحصله؟ في كتاب الطالب وفي نشاط خارجي أو من ملف زر بنت الأسئلة أنا بحطه كتاب الطالب زر الراديو تم تحديده حد حدت كتاب الطالب نشاط خارج نشاط بنت الأسئلة كتاب النشاط زر الراديو الوصف حقل نص متعدد الأسطر هنا إذا حبيت تكتب رقم الصفحة الوصف حقل نص متعدد نقطة الأدخال في النهاية أنا أخذ الدرس وأصدقه مثلا هنا عندنا مثلا السؤال رسالتك أسؤال الأول ما المراد بالحديث أترد نص نص يتعذر يتحذر أسؤال الأول مسافة رجوع خطم جديد واتساب رسالتك أسؤال الخامس بين جهود أترد نص يتعذر يتحذر مسافة مسافة رسقت السؤالين تنزيلات رقم الصفحة حقل النص الوصف أسؤال الأول رقم الصفحة حطها مثلا 35 لوحة المفاتيح 4 3 3 7 8 8 طبعا تقدر تضع التالي بسهولة عليك وتختار اللوحة السؤال مثلا أنا أضع ثم 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 طريقة التسليم رقم السؤال في الكتاب حقل النصف نكتب 1 و 5 منها لوحة المفاتيح واو مسافة أعداد خمسة خمسة تم نطاق الواجب كتابة ملف طريقة التسليم الواجب طيب عندنا هنا أيضا يقول لي كيف تبغى تطالب سلمك يا هاري سوي لك يرفع ملف هذا تصبح المبصورين حقين الإملاع نجمة ملف أو كتابة طالب الكفيف أكيد سنضع له كتابة تم تحديده نمشي الآن اللي بعده نطاق الواجب نطاق الواجب نجمة خاص بي فقط زر الراديو تم الغاء التحديد واحد من اثنان خاص بي فقط انه ما تشوف الانت انا راح اعط عليه تم تحديده فيه طبعا نطاق ثاني اللي هو متاحن لجميع معلمي المدرسة زر الراديو تم الغاء التحديد اثنان من اثنان نمشي كمان اللي بعده ونضغط على حفظ حفظ ننتظر ثواني قليلة وراح يتم اعداد الواجب وجيبنا رسالة اتمام الاعداد لم يتم العثور على العثور اعداد الواجب هذه طريقة اعداد الواجب الخاصة بالطلاب طبعا هنا لما نشوف الواجبات عندنا بحث زر اضافة واجب واجب الحديث الموضوع اتسلسل التعليمي الثانوية مقرات علوم انسانية الحديث اثنان يعطي لي معلمات عنه مصدر الواجب كتاب الطالب نطاق الواجب خاص بي فقط عدد الاسئلة استعراض الواجب رابط تعديل اقدر هنا اعدله يتعذر انتقه اذا حبيت يصار فيه اي خلل حدث وهنا اقدر احدفه تماما يتعذر انتقه تعطيل او اقدر اعطله ما ارسال واجب رابط وعشان يظهر الطلاب لازم تضغط على هذه الاقونة اللي هي ارسال الواجبات المرسلة ارسال تعطيل ارسال واجب انا طبعا بخليه ما رح ارسله الان حتى نتحقق من صاحب تعديل رابط سوي رجوع الان طبعا لازم زي ما قلت اكرر عشان يوصل الطالب للحصة لازم يكون اه تسوي ارسال للواجب طيب النقطة الاخيرة كيف نقدر نقوم برصد الحضور والغياب للطلاب اللي حضروا دروسنا طيب نفترض ان الآن ابو اسجل زي ما قلت حضور طلاب او غيابهم تم الاختيار في درس معين دائما يودي انا رحت للصفحة الرئيسية في الصفحة ورح اضغط على اه زر الرابط اللي هو الرئيسي اللي بعد اسمه المدرسة فصول العب من مور نوع قادة المدرسة واحد اجمال واحد صفحة الرئيسة تمت زيارتها تنزيلات ورح اروح لجدول الدراسي خطن جديد الدروس الجدول الدراسي تمت زيارتها وراح اروح للدرس اللي انا ابو اسوي فيه تحضير غياب والتحضير الجدول المدرسي للمعلم مستوى العنوان واحد كان الجدول الدراسي للمعلم اتحرك الان صفحة شرط الجدول الفترة يتعذر الف واربعمائة واثنين واربعين شرطة مائلة الصفر واحد شرطة مائلة خمسة وعشرين الف واربعمائة واثنين الى اخر اللي هو الاسبوع الماضي نفترض ان انا احضر في الحضور غياب يوم الاربعاء سأذهب الى يوم الاربعاء الحصر الحصر كتاب كتاب أثل كتاب الطالب الأربعاء كتاب الطالب والأنشطة الخامس كشده طبعا بيجيك اسم المادة بعض المدارف ديهم اسم المادة بعضهم يقولهم كتاب الطالب فقط راح اضغط عليه ورح اتحرك بأسهل طريقة بالغناوين أيضا أدارة الحصص مستوى العنوان واحد لم يتم العثور على العنوان والحين اتحرك من الى ان اصل الى زر اسمه صفحة الاربعاء شرطة أدارة اليوم الأربع الحصة الجدول الأس كتاب الطالب فهم العبارة الخامس كش أربعة خمسة رصد الغياب راح اضغط على هذا الاخير اسمه رصد الغياب مشاهدة التفاصيل الدرس رصد الغياب أربعة رصد الغياب أضغط عليه رصد الغياب بعدها راح يوحي للناطق ونفتح أي شيء راح نرح امشي يمين مشاهدة التفاصيل الدرس نمشي كمان اسم الطالب غياب شرطة مائلة وحضور شرطة مائلة التأخر تختار ملحوظات نمشي زيد فهد فلاح الحربي حاضر زر الأطار المنبثق وهنا تختار الطالب هل تبغى حاضر معتمن حقل النصب زيد فهد فلاح الحربي حاضر زر الأطار المنبثق زيد فهد فلاح تأخر بعضر حاضر نسوي له تم واضغط واضغط حفظ دائماً لما نضغط على زر حفظ نصبر عليه إلين يجينا نسال التنبيه اللي قلت لكم إذا سمعنا كمت زيارتها غالباً يطلع تنبيه صغير في أسر الشاشة يقول لك تم حفظ الحضور بنجاح أتمنى يا أخوان أني أكون قد وفقت في استعراض هذه المنصة لكم إذا أحد عنده أي سؤال أو استفسار يحطه في التعليقات أو في حسابنا في التويتر خبراء التقنية أو يكتب في بحث التويتر مجموعات خبراء التقنية أو يكتب أيضاً أحمد سهلي اللي هو حسابه A H M A D S A 7 يستطيع أن يطرح سؤاله أو يكتبه في التعليقات الخاصة بالمقطع على قناة مجموعات خبراء التقنية إذا تبقوا نشرح جزئيات ثانية غير هذه النقاط اكتبوها لنا في التعليقات أو في وسائل التواصل التي ذكرتها قبل قليل تقبل أطيب التحيات من أخوكم أحمد سهلي إلى اللقاء شكراً لكل من أعطانا حسابه عشان نطبق على الشرح السلام عليكم